من جديد عاد مسلسل الاغتيالات الذي ظل يؤرق العراقيين لسنوات عدة فعلى نحو متسارع ما زالت الاغتيالات تضرب الشارع العراقية ولا تفرق بين رجل أو امرأة فالهدف واحد هو تصفية الأصوات المعارضة للحكومة والأحزاب السياسية كل من يقوم بجنيمة منظمة كل من يقوم باستخدام السلاح خارج نطاق الدولة كل من يحاول أن يثير الفوضى هو هدف مشروع بالنسبة إلى قواتنا الأمنية ولذلك نحن نؤكد بأنه عمليات استهداف السلاح المنفلت والسلاح الخارج على نطاق الدولة مستمرة عملياتنا سواء في البصلة في ميسان في ذيقار في كل محافظة العراق مستمرة كل من يستهدف متظاهرين أيضا مستمرين في ملاحبته ومطارته وجهدنا الأمن والاستخبار يعمل ليلة نهار من أجل تأمين الحقيقة كل شيء لأخواننا سواء المتظاهرين أو الشعب العراق شبحوا الاغتيالات الذي يلاحق الناشطين طلب رأسه ليخطف هذه المرة الناشطين مصطفى الجابري وأحمد حكيمة بعد ساعات من ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطنية وسط تخوف من عودة استهداف الناشطين مع اقتراب الانتخابات المرحلة المقبلة ستزداد الاغتيالات عندما تكون اعتراضات وانتعاضات للكتل السياسية أو للأحزاب التي تقدمت وشاخت الآن تراجعت وتلاشت وهذا يعني استخدام السلاح لتكتيم الأفواه وعدم السماح لأي شخص إعلامي أو سياسي ينتقد أو يعتقد بأن المرحلة السابقة هي مرحلة أخطاء التي واكبت الدولة العراقية وبعد الوعود التي قطعها الكاظمي للعراقيين التي تتعلق بمحاسبة قتلة المتظاهرين لا يزال مسلسل الاغتيالات يتكرر في معظم محافظات البلاد ومن دون أي رادع فيما يصف مراقبون خطوات الحكومة في هذا الاتجاه بالضعيفة والبعيدة عن الواقع في رأس الدوليم قناة الفلوجة بغداد